اشتركوا في القناة شكراً شكون جواد عرفاوي جواد عرفاوي ممثل مصرحي تلفازي سينمائي لعبت أدوار في السينما ومصرح وتلفزيون كان من أبرز هذه الأعمال الدور دير صالح في سلسلة مميتاجة كانت من إخراجها بالحيل العراقي في خبارك كذلك ليلة مرقيت شاني بكل تواضيع بكل تواضيع لما شغلت ليلة مرقيتش مغاربة كلهم يعتبوني يقول لي خلعتين في ذلك السلسلة يعني خرجتها من نفسه لأن السلسلة تصورت في 2010 يعني دابرا 11 سنة ناس اللي كان عندهم 10 سنين دابرا عندهم 21 عام من بعد السلسلة كانت وحد الفيلم اللي يلقى وحد النجاح كبير اللي هو فيلم الكونجي من إخراج الأستاذ الصديق والعزيز نوف البراوي اللي جمعي تصوير اليوم خدام ولا كونجي نحن دابرا كونجي مع الجائحة دابرا كنت نسنة والفارج مع عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يفرج ربي إن شاء الله قولي يا سي جوادة فين ترعرأتي فين شأتيك يعني فين كبرتي أنا تزاديت في الحي المحمدي وبالضبط في درموني شريف الحي الشعبي اللي يعني يعني أعرف يعني بزار دي المواهيب لف السينما لف كورة القدام لف السياسة الحي المحمدي يعني اللي تخرجه منه نجوم كتار قولي يا يعني الأعمال اللي بقيت يعني اللي درتها وبقت رأسخف العقل ديالك العمل اللي بقيت رأسخ في العقل ديالي هو سلسلة مميتاجة دور صدير صالح إن دور اللي كان دور مركب بمعنى أنه بعيد عن شخصيتي ديالي شميل مركبة محمد الخاميس ولا مركبة حسن جاني دور المركب هو الدور البعيد عن شخصيتي دي المبتين يعني ما قريبش لي يعني ما كيكونش داخل في السلوك دياله أو في شخصيتي دياله يعني هذا الدور كتحاول تتخلف فيه تحاول تبحث يعني يعني تجسزه يعني يقول لك هو من أصعب الأدوار لا في المسرح لا في السينما لا في التلفزيون وهذا ما تسمى الدور المركب من غير سلسلات مميتاجة اللي عرفناك فيها يعني شاركت في عدة مسلسلات طبيعة الحال شاركت في دور الطبيع في مسلسل الأبرياء اللي كان من إخرج عليه الطاهيري في الفيلم التلفازي الكونجي اللي كان من إخراج الأستاذ صديق العزيز نوفر براوي وكذلك فيلم المفتش معقول رفقة بن عيسر جيراري انت كان معقول ولا ماشي معقول لا أنا معقول وبعد المرات كان كون ماشي معقول بكل تواضيع كذلك شاركت في السلسلة الاجتماعية القانونية مدولة وعدة أعمال يعني وفي المسرح في المسرح اشتغلت بثاف مصرح الطفل لجنبي في عدة مدن مغربية من الشمال المغرب إلى جنوبي ومن الشرقي إلى غربي سي جواد سأرجع معك الصغر ما أقل على أول نهار دخلت في المدرسة؟ طبيعة الحال كان أقل على أول مرة كنت أدخل المدرسة يعني يعني كيكون بنادهم فرحان لأن أول مرة يكتشفتني المدرسة وإنما هو الفصل الدراسي يعني ما أمور ويتنسى لي لأنه كان بشيت معاه بدأتني الوليدة الله يرحمه ويغفر الله في هذا النهار أنا قالوا لي يا ربتي يلا يدخلوك مع المدرسة لا بالعكس بالعكس تخلط المعادة في هذا الوقت كنا كنا نخاف وليس بشكل جيد دخلنا المدرسة وكنا نحترم المعلمين دينا وكنا يعني وفي السوق دينا أنا شوية كنت شوية كان خاف أخاك كنت شوية في ذلك الشيطان ولا كنا في وقت الملكي أخرج فيه وعد عيني ركت كان نحشب منه وآخر مرة الداشرة ولك الحويش تلعيد ماذا كان عندك منعاب آخر عيد ربما كان قرأ حيث أنا غير خرجت من القرائم ويشير وليا الوالدين الحويش والو صافي خرجت مقالية صافي وما تقرأ مقالية فشغل فشغل ماذا سيشوفك أقول لي ماذا ماذا تعجبك لماك لدي الوالدة وماذا وانا أصلي بطير تبارك الله وكتعجبني أكل الأم الله رحمه يعني لحد الآن وخلنا أي أكل لا يجبني بنين بحل الأم ديالي ولكن تخيل بأنك تجوش وطلعناك فوق العمارية واذا يعني وكتعجبك الماكل خلي إذا قلت لم جوش ولكن تخيل معنا أتبقى تعجبني الماكل الأم وعندما أصلي وكانت أكل وكانت تعجبني وكانت ضيف لأم الله رحمه وقد قلت 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 لأ بكل تواضيع تحيي 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 قلت تحيي صغير تحيي تحيي الخبر خدمت صحفي أو مخبير أو مخبير أو مخبير أنا كل شيء كوميدي ومشيط كل شيء هذا لا أريد أنني كان واحد نهار في الدار لدينا الوالدة كانت مسافرين كان واحد جيرا في السطح وقلوا لي وكاننا فقط مهم فقلت شواء اخرى لقد قمت في القرية ودخلوا دم كان لدي دم دم ودفعت دم وقامت وقت خاوة لم يكن عدد مغرب وقامت بأن لم يكن أخذ وقامت وعرفت الطيبة لديك الناس على صحابتك الجيمان كيف أشدتني الواليدة بدأت تسلق فيها وبدأوا أمو كيف يفكو فيها ويقولوا لي يا درية صغيرة معدوش العقالي كيف تدربي فيها؟ تلقي من النوم يعني هم فكوني من النوم يعني هذا الحديثة ما بغشت حيليا مدماغي يعني كنشوف كنقول شو بك الناس بحال الله قدرت فيهم هذه الوجوه أمو كي حاميوا مني وما ما خلوش الواليدة تدربي قل لي شو كان المخريج الذي استمتعت بالعمل معه؟ المخريج الذي استمتعت بالعمل معه هو نوفو البراوي فالفيلم تلفازي لكون شيء يعني اللي يعطاني واحد رغم أن ذلك الدور كنت لم أكن سوق مزيان ولكن أعطاني أنني تعلمت السوق ولكن أنت في الفيلم بنتني أنك تسوق لأنني أعطاني فرصة رغم أنني قلت لي لم أكن سوق مزيانا قليلا لا تخافش أن تسوق عباد الله الذي قدامك سبّلت على الله وصدقه سوق مزيانا قلت وما كل المخريج الذي يجوّد العرفاوي لا يعمل معه؟ لا أكيد مخريج لا يعمل معه أنا قلت على المخريجين أصدقائي وقلت أحطار معهم ونحتار معهم أنا أخرج لا يوجد أي مشكلة ليس مخريج أي مخريج يريد أن أعمل معه لا يوجد أي مشكلة؟ لا يوجد أي مشكلة وقلت أين تلقى رأسك؟ في التلفازة، السينيما أو في المصرح؟ طبيعة الحال في المصرح لماذا؟ لأن دراسة ديالي دراسة مصرحية فأنا أخرج معهد الفنو المصرحية بطربيدة يعني تكوين ديالي تكوين مصرحي كم سنة تخرجتي في المعاد؟ أنا تخرجت في 2005 وتلمدنا على يد الأستاذ مرحوم محمد سعيد عافيفي والأستاذ بوشعيب الطالعي الذي كان تمني للشيفاء العاجل إن شاء الله وكذلك كان أستدينا الثالث بوشعيب الصياط الذي كان وجوه له التحية تحيتي لهم من المنبر تحيتي لهم أيضا ويعني دوزنا سبع سنوات من الدراسة سواء في تقنية مصرحية في فن تكوين الممثل الإلقاء المصطلحة المصرحية يعني كانت دراسة أكاديمية يعني كتقى رأسك في المصرح كثرة من تلفازة والسينيما؟ طبيعة الحالة ما ممكن من المواقع التواصل الإجتماعي قدروا يعطوا نجم؟ يعني تم آمن بأن التواصل الإجتماعي مواقع ديالة انستغرام فيسبوك يعني يخرج مننا نجم يعني ما كان ربما كان النجم سيكون نجم يعني في فترة معينة نجم نجم انستغرام يوتيب فيسبوك تيك توك أنا أريد أن أصف لك أن تكون النجوم بشكل نجم بشكل الفقاعات التي تقوم بها تقوم بها تقوم بها تقوم بها تقوم بها 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 تقوم بها يعني يكون النجم لها في فترة معينة مثل سنحفر كما نجم نجم النجوم على الصدق مثلا مثلا نجم التقوم محافظة محافظة تمت المتير نجم النرشيري و رجو احصل الآن ما تتذكره و ما تتباعهم من المحافظة الشركة التي تصنع المحافظة أنت كذلك شخص ممتلين مصريين أعطيتي بمثال ولم أعطيتي بممثالة المغربية التي عدتنا تحن أعراض دي الفن أنا أعطيك، أنا أعطيك، لماذا؟ حين السينما المصرية سابقنا يعني، نحن ملكنا صغار كنا كنت تفرجوا في السينما المصرية يعني السينما المصرية رأى سبقات المغربية رأى كانت في العشرينات والثاليتينات باللي كانت تلفازة بالأبيض والأسود حنا بنسبة الدراما المغربية كانت في العشرينات السبعينات والثمانينات وكانت تربة ما كانت تنسائلات كنا نرى مربعات الحلقات كانت تجاوز ثلاثين حلقات فعلماذا أعطيك أنا مثال بممثال مصريين حين السينما المصرية سابقا للسينما المغربية سأعطيك سؤال قليلاً سي جواد العرفاوي أو وزير الثقافة تخيل ما يولتي وزير الثقافة الله ماذا مع ثلاثة الحويج ستضع مستعجالي يعني حويج فعلها للفنان للفنان ثلاثة الحويج الحاجة الأولى سوف نفعل الحماية الاجتماعية للفنان من تغطية الصحية من الضمن الاجتماعي لتأمين لهم لأن هذا الحويج لأن هذا الحويج هو بينه و بينك دام الله دام الله ولكن هذا الضمن الاجتماعي سيضمليهم تقاعد موريح لأن هذا الفنان يخرجوا ما يصل إلى واحد سن معينة ما تنسى ستين أو سبعينة ما يجب أن يتعاقل يعني أنه يتعاقل لا يتعاقل لديه أحد المورد رزق يعني يتعاقل تقاعد ياري كما في عدة مجلة في الوظيفة في أي شيء يرسلون لهم يتعاقل لهم يجب أن يتعاقل تقاعد على الفنان لماذا لا يتعاقل لهم تقاعد ثاني حاجة بالنسبة للدعم الدعم سنقلب موارد مالية سنحاول في البرنامان أخص وزارة الثقافة تعطيها من الميزانية واحد الدعم كثير من هذا الدعم التي تعطيها بالنسبة للقانون المالية لكي يوزع الميزانية على الوزراء أخص وزارة الثقافة محقورة يعني تعطيها واحدة الميزانية كبيرة لكي نستطيع أن ندعم على الفرق المسرحية ليس بحل دعمه غير فرق وفرق على الفرق المسرحية التي أعرفها محترفة كلها تأخذ دعم ونقسم ذلك الشيء عليهم ومثلا سأعطيه 20 مليون سأعطيه 10 مليون ونخلو نعطيه 10 مليون ونقول لي في العودة سأعطيه عشرة العروض ونقوم بإمكاني أربعة العروض ثالث حاجة بقى تحاجة بكل توادي ثالث حاجة تلك الممثلين أو الفنانين الدعافة المحتار في نظم المسرحة ومعندما متى شيء دخل نقوم بإمكانهم أحد الصالير وحد الراتب شهري محترم ماشي تكافى ومع الحيد لأن الفنان ما كي الفنان ما كيعيش را كنشوه من رأسي أنا إن الفنان را را مسكينها أخدام حش كد يلطالب ما شو را كي را أخدام غير يقدر يخدمها دشهار وشهرين ما يخدمش وقدر مثلا في العام يخدمها شهرين أجوش كل مرات وقدر يخدمها مرة وكل ما كي يخدمش خمس سنين يعني همطر أنا ندليهم وحد وحد الراتب شهري باش يخدموا على راعتهم باش يلقى وغيرهم ما يأكلوه وما يلبسوه حيث الفنان را باش يعيشوا بكاراما باش يعيش بكاراما وصيرتوا الفنان الفنان را مخصوش يبال يبال الجمهور يعني مبهدال ويبال فحد الحالة يرتل الفنان را قيمة الفنان را هو مرآة الشعب را هو مرآة المجتمع كما قررنا يعني الفنان را قيمة حينت مواطن بهم ممكن تشبه بالفنان وممتعت السؤال ومتعت دا قد ضربنا لا را عش بطريات الفنان حلش بطريات ضبرة لأنني أنا يعني عندي واحد الغصة على هذا على الحقرة دي للفنان في في الشقل الجماعي يعني الفنان محقور ما عنده لا لا تغطية صحية لا تقعود يعني الناس ما عندهم لا راتب شهري لا قال يكون الفنان عنده أحد بحال شكل دي للإناش غير 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 الزمت غير 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 نكيح أحساب في هذا البرنامج الشيق ونسمعك الحلقة الشيقة مع السي جواد العرفاوي آخر كلمة للأنفاس تيفي أكد شكراً لكم على الاستضافة أتمنى النجاح لهذا البرنامج وهو تقرق بالناب وفي الفعل تقرق بالناب شوية بكل تواضع شكراً أنورت فينا السي جواد